ولا بد أن تعرف من أن الدجال هذا هو دجال النصارى واليهود دجال خطير لكنه في خطره دون دجال السقيفة دون الدجال الناصبي لست أنا الذي أقول إنها الأحاديث المثبتة في كتب النواصب والمخالفين المصدر الذي بين يديه هو الجزء السادس من مسند الإمام أحمد بن حنبل المتوفى سنة 241 للهجرة وهذه الطبعة طبعة دار إحياء التراث العربي بيروت لبنان هذه الطبعة الثالثة 1994 ميلادي طبعة جديدة مصححة هذا هو الجزء السادس في مجموعة أحاديث حذيفة بن اليمان صفحة 538 رقم الحديث 22793 بسنده عن حذيفة إنه ابن اليمان قال ذكر الدجال عند رسول الله فقال لأنا رسول الله يقول فقال لأنا لفتنة بعضكم أخوف عندي من فتنة الدجال الكلام واضح وصريح يخاطب أصحابه بحسب ما نقل ابن حنبل عن حذيفة في مسنده الذي أقرأ من النبي يقول لأنا لفتنة بعضكم أخوف عندي من فتنة الدجال ولن ينجو أحد مما قبلها مما قبل فتنة الدجال إلا نجا منها الذي ينجو من فتنة دجال الصحابة دجال السقيفة سينجو من فتنة دجال النصارى واليهود لأن خطر دجال النصارى واليهود ما هو بكبير أتعلمون لماذا لأن دجال النصارى واليهود ستكون أعلى قوته متى في زمن ظهور الإمام إذا كان الإمام ظاهرا وإذا كان المشروع المهدوي يتجلى في أعظم وأعز صورة له فما قيمة الدجال حين إذن ما قيمة دجال النصارى واليهود هذا التخويف في كتب النواصب وحتى الذي في كتبنا أكثره جاءنا متسربا من كتب النواصب مع وجود الإمام لماذا نخاف من الدجال ما قيمته والإمام قد بسط ولايته التكوينية والتشريعية فمن أي شيء نخاف الخوف في زمن الخيانة حينما خانت الأمة ونقضت وغدرت ببيعة الغدير والزمان الزمان تقية والزمان ما هو بزمان قائم آل محمد والأخوف من ذلك دجال السقيفة بني طوسي في غيبة الإمام هذا الأخوف والأشد ضررا ولذا فإن إمامنا الصادقة وصف أكثر مراجع الشيعة زمان الغيبة الكبرى من أنهم أضروا من شمر أضروا من حرملة من أنهم أضروا من جيش يزيد على الحسين بن علي وأصحابه أضروا على الشيعة أضروا على واقعنا الشيعي من جيش يزيد على الحسين بن علي وأصحابه المشكلة إذن مشكلتنا مع دجال النجف مع دجال سقيفة بني طوسي المشكلة هنا في زمان الغيبة وفي زمان نا هذا بالتحديد ليس عندنا من مشكلة مع دجال سقيفة بني ساعد باتت صورته واضحتها لدينا مشكلة الشيعة الآن مع دجال سقيفة بني طوسي هذا الكلام ما أنا الذي أقوله سأقرأ عليكم أحاديثهم دجال النصارى واليهود فتنته الكبرى في زمان ظهور الحجة بن الحسن فما قيمتها بالنسبة لنا نحن مع إمامنا ما قيمة فتنة الدجال حينئذ سيفتتن بها الناس فليفتتن فليذهب إلى الجعيم الذين لا يريدون أن يكونوا مع الحجة بن الحسن فليذهب إلى أي اهتجية يريدون بالنسبة لنا لا نبالي بالدجال ولا بأي دجال آخر حينما يكون إمام زماننا ظاهرا ما قيمة الدجال الأعور حينئذين فليذهب بدجاله وعوره وبكل ما عنده إلى الجعيم الفتنة الأشد هي فتنة دجال السقيفة كما يحدثنا حذيفة بحسب مسند بن حنبل ذكر الدجال عند رسول الله فقال لأنا لفتنة بعضكم أخوف عندي من فتنة الدجال وإذا كان هذا النقل دقيقا فإن حديث النبي اجتمل على لام التوكيد مكررا لأنا هذه لام التوكيد ولام التجديد في المعنى لأنا لفتنة وهذه لام التوكيد أيضا لأنا هذه لام الابتداء ولام الابتداء هي هي لام التوكيد لأنا لفتنة وهذه لام التوكيد أيضا لفتنة بعضكم أخوف عندي من فتنة الدجال ولي ينجو أحد مما قبلها إلا نجا منها الذي ينجو من فتنة دجال السخيفة سينجو من فتنة الدجال الأعوار والذي ينجو من فتنة الدجال الشيعي سينجو من فتنة الدجال الأعوار الذي سينجو من فتنة الدجال الشيعي سيكون مع الإمام وحينئذ سينجو من فتنة الدجال الأعوار الذي لا ينجو من فتنة الدجال الشيعي وسيكون مناصرا للدجال الشيعي في مواجهة الحجة ابن الحسن لم ينتهي مع فتنة الدجال الشيعي لأن الإمام الحجة في أول برنامجه القضاء على الدجال الشيعي ستأتينا الروايات فالذين يناصرون الدجال الشيعي إن قضي عليهم مع دجالهم الشيعي وإلا فسيلتحقون بالدجال الناصبي سيلتحقون بالسفياني وحتى لو قضي على السفياني فإنهم إذا لم يقضي عليهم مع السفياني سيلتحقون بالدجال الأعوار الناجون من فتنة الدجال السقيفي والناجون من فتنة الدجال النجفي الشيعي هؤلاء هؤلاء الذين سينجون من فتنة الدجال الأعوار لأنا لفتنة بعضكم أخوف عندي من فتنة الدجال وَلَنْ يَنْجُو أَحَدٌ مِمَّا قَبْلَهَا إِلَّا نَجَى مِنْهَا وَمَا صُنِعَتْ فتنة منذ كانت الدنيا صغيرة ولا كبيرة إلا لفتنة الدجال كل الفتن ترتبط بفتنة الدجال التي هي في الحقيقة فتنة المشروع الإبليسي فكل الفتن مردها إلى فتنة إبليس الدجال الأكبر هو إبليس وكل هذه البرامج هي برامجه الدجال الأعوار جزء من البرنامج الإبليسي الدجال السقيفي الناصبي جزء من البرنامج الإبليسي الدجال النجفي الشيعي جزء من البرنامج الإبليسي ليس جزافاً وليس اعتباطاً حينما تأتي الروايات تحدثنا عن العمائم التي يلبسها مراجع النجف ومراجع كربلاء مراجع الشيعة عموماً ليس جزافاً وليس اعتباطاً الأحاديث تقول من أن هذه العمائم عمائم إبليس لأنها جزء من البرنامج الإبليسي هؤلاء هم دجال النجف دجال السقيفة بني طوسي الرواية في الكاف الشريف التي تصف عمائم مراجع النجف وكربلاء هذه العمائم التي يلبسونها الآن والتي لا علاقة لها بعمائم محمد وآل محمد لا في شكلها وتصميمها ولا في مضمونها وفحواها إنها عمائم المشروع الإبليسي من هنا جاء وصفها في الأحاديث بعمائم إبليس ذكر الدجال عند رسول الله فقال لأنا لفتنة بعضكم أخوف عندي من فتنة الدجال ولن ينجو أحد ولن ينجو أحد مما قبلها إلا نجا منها وما صنعت فتنة من الذي صنعها البرنامج الإبليسي وما صنعت فتنة منذ كانت الدنيا صغيرة ولا كبيرة إلا لفتنة الدجال إنه أكبر الدجالين وسيدهم إنه إبليس الأبالسة ألا لعنة الله عليه هذا ما جاء في مسند بن حنبل أكبر